احتفل سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا بتبريكي مزار القديس شربل في الباحة الخارجية لكنيسة العذراء الناصرية في الصوفية إلى المزيد عجز العلماء والأطباء عن تفسير حادثة السيدة نفريك عقوري التي يشق جرحا في جبينها كل يوم الخميس لتفض منه دماء على شكل صليب ويعاود الجرح يلتأم من جديد كل يوم جمعة لم يجد أحد تفسيرا لهذه الحادثة حتى الآن اندهاشات من الجميع واضحة حينما يروا تلك الدماء فليس لهم إلا أن يمجدون الله على الدوام من خلال هذه المعجزة التي فاقت عقول البشرية من عروش المجد شربل صلي يحمينا الأمين يمنح الأمنى ويسرع عونه للحاضرين وتكريما للسيدة العذراء والقديس شربل احتفل المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية رئيس الأصاقفة بير باتيستا فتسابالا بقداس إلهي وتبريكي مزار القديس شربل في الباحة الخارجية لكنيسة العذراء الناصرية في الصويفية بالعاصمة عمان شارك سيادته في الصلاة السفير البابوي في الأردن المطران ألبرتو أرتيجا مارتن والمطران ويليام الشوملي النائب البطرياركي للاتين في الأردن والأب أنطون هريمات كاهن الرعية وجمع من الآباء الكهنة وبحضور الأخوات الراهبات وجموع من أبناء الرعية بمشاركة جوقة الكنيسة بالترتيل غيرت بيتك أكلتني سوف أشيد بمشد الله المشد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ورجاع الصالح بمهن المشار بدأ القداس بدخول موكب سيادته مع الأصاقفة والأباء المحتفلين حيث ألقى الأب هريمات راعي الكنيسة كلمة لجموع الحاضرين معربا فيها عن فرحه بحضور سيادة المدبر الرسولي ومشاركته الصلاة مع أبنائه مرحبا بضيوف الرعية القادمين من لبنان الأب بول ناهض والسيدة نفريك عقوري التي تظهر على جبينها كل يوم خميس إشارة الصليب المقدس وبعد قراءة الرسائل والإنجيل المقدس تحدث سيادة المدبر في عظته التي قام بترجمتها للغة العربية سيادة المطران الشوملي عن المحبة الإلهية التي وهبنا الله إياها واصفا بأن المحبة هي غاية الحياة وروعتها فإن غابت المحبة لا معنى للحياة وختم سيادته العظى بشكر الأب هرمات لدعوته ليكون معهم في هذا اليوم المميز نحن اليوم أكثر من أي وقت آخر نحن بحاجة إلى أن نشعر أننا محبوبون من الله إذا منا نسمي المشاكل اللي منعاني فيها يوميا من مصاريف متطلبات أجرات ديون أقصاط فالمشاكل أو القائمة تتطول ولا تعد ولا تحصى ولمشاكل تزداد وتبقى ونحن بحاجة وما ينقصنا وأن نشعر بمحبة الله لنا التي تجعلنا نتغلب على كل الصعوبات والتحديات يكن عونكم وقوتكم في محبة الله وفي شفاعة القديس شربل وبعدها منح سيادته البركة لجموع المؤمنين بشفاعة والدة الإله العذراء مريم والقديس شربل وعقب تقديس القرابين وتناول الحاضرين من الأسرار الإلهية قدمت السيدة نيفريك عقوري خبرتها وشهادتها الحية التي تعيشها كل يوم جمعة حينما يظهر الصليب المقدس على جبينها وتدخل السيدة العذراء في حياتها وفي لقائنا الخاص مع السيدة نيفريك حدثتنا بإسهاب عن المعجزة الإلهية التي ترافقها منذ 25 عاما بدي أشكر الرب أنه سمح أجي على الأردن وأكيد بدعوي من الأبونا أنتوان وهي كان شرف كبير لأنه أنا وأبونا بول أنه نجي على الأردن وأحكي شهادة حياتي للرب كيف يشتغل بحياتي من خلالها النعمة العطانية وأكيد شاركت معهم بالزبيحة الإلهية لأن طلب مني أكيد نشارك بالزبيحة الإلهية وحكيت خبرتي الروحية لرب سمح وعطاني إيها إن كان من أمه أو منه هو وهيدا الشيء أكيد دايما يصع لما بيعطي رسائل لأشخاص مش بيفضلون أكتر من الآخر أبدا بحب الكلمة البعض بس بيعطي علامات حتى يقول لهم أنا بعدني حاضر أنا موجود بتفتشوا كتير على وسيلة حتى تحصلوا علي وأنا سجين هالأربان نطركم ليلة نهار إذا بدكن الوسيلة اللي بتريح هي أنا يسوع المسيح أكيد بيقول اللي بيقول دايما بيقول يا حاملين الأسقال تعالوا إلي وأنا أريحكم ما دايما نحنا بدنا شيعة سريع من طبخة لبريستو إذا بدنا نقول بس مش عارفين إنه بدنا نصلي بدنا نقدس بدنا نصوم بدنا نعترف ونتناول حتى يسوع أكيد يلبي هو بيلبي كل دقيقة بالنسبة لعلامات المسيح اللي بتزهر في نوعين في الصليب اللي بيزهر كل يوم خميس ساعة براحيج على تطور يعني 25 سنة 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 بالمسألة للجمعة ومشي اللي بيحير إنه مش بس بس بيسكر الجمعة اللحم بيسكر الجلد والجلد حسب الأطباء ما أقولولي الطباء الجلد إنه بنازم يخد كازا نهار الجلد تيسكر بسكر بذات الوقت وهيدا شيء يعني ما كان عنده تفسير أبدا عليه بالنسبة للجراحات اللي بتخدهم بأصبع الألام حسب في سنة ما أخدت الألام زهلت هي وهيكي بتصير يعني بقدر بيو يمكن ده العسلتين ثلاثة ما ياخد وأنا كانت فرحة كبيرة يعني أنه إذا ما أخدنا الألام يعني ربنا ما بدنا نتقلم مش الألام هي هي الغاية الألام هي وسيلة تنوصل الخلاص صريب وسيلة تنوصل الأيام بكل الأزمات بكل الحالات الله موجود و الله بيحبنا لأنه بيحبنا عنده هالشوق الكتير كبير أنه نعرفه وبيزع اللي يمكننا أنه مش عم نعرفه بصير بيخترع طرق الله تحرفنا على حاله وكل واحد مننا ربنا بيعطيه طريقة فبيتمنى لك لألك ولا مشاهدين نورسات وإنما كانوا يكتشفوا عن جد محبة الله بحياتهم بتتحول كل حياتهم بتتحول كل حياتهم ما في شك ومن ثم توجه سيادة المدبر مع الأصاقفة والكهنة لباحة الكنيسة حيث دشنا سيادته مزارا صغيرا للقديس شربل أقامه كاهن الرعي الأب أنطون هريمات تكريما لقديس العصر الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر